وطلتنا لهذا اليوم هي الممثلة التي أسرت قلوب الشباب والشابات في التسعينات وهي الفترة اللي انفجر فيها نجمها وصارت معروفة عند كل العالم تقريبا كم غرفة وكم بيت وكم أوتوغراف وكم صالون حلاقة زيان بصورها اشتهرت بأدوارها الجريئة والقوية والغريبة وترشحت للأوسكار مرتين وفازت فيها مرة واحدة تعاطت المخدرات وعانت من مشاكل صحية كثيرة اطرت انها تسوي عملية استئصال للثدي بسبب مرض السرطان عاشت طفولة قاسية جدا وتعرضت للتنمر كثير وهي صغيرة بسبب تركيبها لتقويم الأسنان وبسبب نحافتها بل انها حاولت الانتحار وكانت تؤذي نفسها بشكل مستمر ولما كبرت تطلقت اكثر من مرة وسقطت سقطات كثيرة في حياتها وخلال مسيرتها ولكن لما كبرت ونضجت اصبحت من اكثر الناس عطاء وحبا وكرما وتبرعت بملايين الدولارات لمساعدة الفقراء واللاجئين حول العالم بل انها تبنت مجموعة من الاطفال حول العالم واخذتهم تحت وصايتها فتعالوا اليوم وخلونا نتكلم عن الجميلة واللطيفة والامة الحنونة انجلينا جولي انجلينا جولي فويت وهي ممثلة ومنتجة افلام ومخرجة ايضا يب مخرجة وعندها تجارب ممتازة في الاخراج لا تتوقع انها اخرجت يعني مجرد هبت لا كان عندها تجارب ممتازة في الاخراج ولعل اهم فيلم اخرجته هو فيلم الدراما المبني على قصة حقيقية انبروكنو لصدر سنة 2014 ولدت في امريكا وبالتحديد في مدينة لوس انجلس سنة 1957 في شهر ابريل اي ان عمرها الى تاريخ هذا الفيديو 47 عاما انجلينا جولي يا جماعة عاشت طفولة غير مستقرة الى حد كبير هي واخوها الكبير جيمس ولعل اهم سبب كان ان امها وابوها انفصلوا من يوم كان عمرها سنة واحدة فقط ما رح نعلق على موضوع الانفصال خلاص مفروض تعودنا ايش يعني ايش يعني ابوها هو الممثل الاوسكاري جون فوي بالله ما تدري تستحبل صنواضح وامها برضو كانت الممثلة وعارضة الازياء مارشلين بيرتراند الاب يا حبيبي تركهم من هنا رماهم عند امهم ورح يعيش حياته كمل تمثيل وكمل انتاج واموره زي العسل ولكن الامة الحنون رفضت انها تنشغل عن ابنائها بل انها تركت مجال التمثيل ومجال عرض الازياء علشان تتفرغ لتربية انجلينا واخوها جيمس علاقة انجلينا جولي واخوها وامها مع ابوهم جدا جدا سيئة يوم يتصالحون وعشرة يتخاصمون ولعل السبب اللي ذكرته انجلينا جولي هو انه ابوها ما كان يجي يشوفها كثير يا بابا بغى شوفك اوكي ان شاء الله قريب ويسحب عليها ومتى كان يقابلها لم يكون في مؤتمر صحفي لم يكون في حفل اوسكر يروح يجيبها اوه هذه بنتي يعني ما يجيبها لغرض انه ابغى اجلس مع بنتي لا يجيبها يستعرض فيها انه انا علاقتي كويسة معها كذاب المهم يا حبيب ان انجلينا جولي تخاصمت مع ابوها لفترة طويلة وفي سنة 2002 وصل الموضوع الى اقصى مراحل الخصام بل انها راحت المحكمة وقالت يا جماعة انا ابغى اشيل اسم ابويا من اسمي ما ابغى اسمي يكون انجلينا جولي فويت اسم فويت ذا برة ابغى اكون اسمي انجلينا جولي وبالفعل المحكمة اصدرت قرار انه لا مانع في اسقاط اسم والدها من اسمها وخلاص صارت انجلينا جولي على كل حال وبعد الحوسة والمشاكل هذه ظلت انجلينا جولي واخوها وامها متخاصمين مع والدهم لفترة طويلة جدا ولكن رجعوا وتواصلوا مع بعض بعد ما توفت والدة انجلينا جولي بسبب مرض السرطان انجلينا جولي يا جماعة كانت تحب تتابع الافلام ومعجبة جدا بهذه الصناعة كانت تتابع الافلام مع امها كانت تتابع افلام امها وتابع افلام ابوها وهي صغيرة ولما كبرت وبالتحديد لما صار عمرها 6 سنوات بدأت تسلك طريق التمثيل بنفسها بمساعدة من ابوها وبشوية علاقات من امها قدرت انها تحصل على ادوار بسيطة وهي صغيرة واول فيلم مثلت فيه لما كان عمرها 7 سنوات في فيلم Looking to Get Out واللي صدر سنة 1982 ومثل ما قلت لكم علاقة امها وابوها بصناعة السينما ساعدها كثير انها تدخل من دون تعب يعني للامانة ما تعبت لقيت فرص كثيرة قدامها بسبب ايش انه اموها ممثل وعنده اوسكار وامها ممثلة وعرضت ازياء فقدرت تحصل على فرصة في عالم التمثيل وكمان لان البنت تمثيلها كويس ما هي سيئة صراحة ما جابت الاوسكار عبث انجلينا جوليا جماعة تعرضت للتنمر وهي صغيرة وبالتحديد فيه سنواتها الاولى في المدرسة تعرضت للتنمر بسبب ضعف جسمها او نحافتها وتعرضت للتنمر برضو بسبب النظارة اللي كانت تلبسها كانت تلبس نظارة ويتنمر عليها وكمان تعرضت للتنمر اكثر واكثر لما كانت تلبس او مركبة تقويم اسنان لا تتوقع ان التنمر اللي كان يجيها بسيط لا وصل مرحلة انه البنت كانت تفكرت انتحر بنت صغيرة لسه في المدرسة تفكرت انتحر وكانت تجرح نفسها وتقطع نفسها وتؤذي نفسها بشكل مستمر ولكن للامانة امها ما قصرت ساعدتها ووقفت معها في هذه الفترة الصعبة من حياتها في يوم من الايام كده ولما صار عمر انجلينا جوليا 14 سنة قررت انها تترك المدرسة ليش يا بنت تترك المدرسة قالت انا احب فلان وابغى ايجلس معاه ولد في نفس عمرها تقريبا حبته ووقعت في حبه وفي عمره 14 سنة امها قالت لا يا بنتي عادي كلها صغيرة درسي تعلمي وملحق على البويفريند والخراب يضي انجلينا جولي قالت علي الطلاق ان ما خليتيني اعيش معاه احبه ويعيش معانا في البيت كمان مو نستأجر برا يعيش معانا في البيت ولا والله لأترك المدرسة واروح عيش معاه في الشارع امري لله خلاص اوكي تعال عيش معانا في البيت انت وانجلينا جولي اهمش تكملي دراستك وبالفعل انجلينا جولي قدرت انها تمشي كلامها على كلام امها المسكينة وعاشت مع حبيبها وهي عمرها 14 صغيرة عاشت مع حبيبها عمرها 14 سنة في بيت امها لمدة سنتين وكملت دراستك ولما صار عمرها 17 سنة يعني ايش حاصلت كذا مشاكل وانفصلوا عن بعض واكيد انهم بينفصلوا عن بعض واضح انهم مراهقين مضيعين ام الدنيا وجاسين يتهبدوا على كل حال بعد ما انفصلت عنه بدأت تتزن شوية حياتها وبدأت تترتبوا تكون اوضح امها قالت لها ليش يا بنتي ما تدخل يا عالم عرض الازياء انا عرضت الازياء سابقة وعندي علاقات كويسة خليني يدخلك جدري بحظك لعلها تزبط معاك انجلينا جولي قالت وما له يالله بينا على عرض الازياء وللأسف كانت تجربة فاشلة جدا لانجلينا جولي في عرض الازياء وسببت لها اكتئاب وتعاسة وحست انها خلاص انسانة فاشلة مع انه يعني الموضوع بسيط كان مرة صعب عليها مباشرة في ذيك الفترة انجلينا جولي خلاص بدأت تتحول الى انسانة سوداوية وغامضة وتعيسة تلبس اسود في اسود وجسمها بدأ يمتلي بالوشوم بل انها بدأت تشتغل في مجال الجنازات وتجهيز الموتى وتحنيط الموتى تخيلوا فعلا يا جماعة البنت قررت انها خلاص وبمساعدة امها ومع جلسات علاجية معينة قدرت انها تستقر وترجع الى حياتها الطبيعية ولما صار عمر انجلينا جولي عشرين سنة دخلت في حالة اكتئاب فجأة واصيبت بكل انواع الحزن والتعاسة وصارت معاة تقدر تنام او صار عندها ارق وصلت الى مرحلة انها كانت تتعاطى ادوية كثيرة بل انه وصل فيها الحال الى انها صارت تتعاطى المخدرات وبشكل مستمر البنت تحولت الى مدمنة وبدأت تضعف اكثر وبان عليها اصلا هذا الشيء ومن التعب والبهذل اللي كانت عايشة فيها كانت ناوية تنتحر برضه بل انها بدأت تدور على قاتل مأجور كانت حرفيا تخطط انها تجيب قاتل مأجور تدفع له فلوس علشان يجي يقتلها وترتاح لكن الحمد لله انه ذي الاشياء ما حصلت ومرت الايام ولما صار عمرها 22 سنة دخلت انجلينا جولي في حالة انهيار عصبي تنومت على اثره في المستشفى 72 ساعة طفولة قاسية يا جماعة مرت فيها انجلينا جولي وفترة مراهقة اقصى وابشع ولكنها قدرت تتجاوز هذه الامور على خير ومضت قدما في حياتها اما بمساعدة امها او بمساعدة الجلسات العلاجية المناسبة طبعا خلال هذه الفترة المليانة صراعات نفسية واجتماعية واكتئاب انجلينا شاركت في بعض المسرحيات وسلكت طريقها في عالم الافلام والمسلسلات بادوار بسيطة جدا لا تذكر بل انه لما كان عمرها 18 سنة قدرت انها تحصل على اول دور بطولي لها سنة 1993 في فيلم رخيص جدا اسمه سايبرد صورت هذاك الفيلم وكانت مبسوطة انه اول فيلم من بطولتها وكذا كانت كيك ايس وفلع في الفيلم فاهمين نزل الفيلم في السينما بوم يضرب ذيك الضربة المعفنة النقادة نزلوا عليه الجمهور سبوا وشتموا فيه وقالوا ابو اليوم الاسود اللي دخلنا نتفرج هذا الفيلم جاء نقد وكلام قاسي على فيلم انجلينا جولي وعلى انجلينا جولي شخصيا بل انها دخلت في حالة اكتئاب كمان مرة ثانية وقالت خلاص والله ما عاد امثل لن امثل مرة ثانية وهذا اللي حصل جالست جيها عروض طول هذيك السنة ما فيه ما عاد تقبل عروض ما عاد تروح تجارب اداء قالت تمثيل ما عدني ممثلة انا ممثلة فاشلة انتقدت نفسها ما انتقدت الفيلم هو الفيلم اللي فاشل انتي ما قصرتي اللي اعطيك العافية ولكن للأمانة يعني بعد ما خلصت السنة هذيك بدأت تلم لمشتاتها وبدأت ترجع للتمثيل بشكل تدريجي واستعادت ثقتها في نفسها سنة 1996 تعرفت انجلينا جولي على الممثل جون لي ميلر بعد ما شاركت معاه في فيلم الجريمة والكوميديا هاكرز ووقعوا في حب بعضهم والبعض وتزوجوا بعض وكل شي كان في السليم شوفوا خلونا نقول انه ايش فكرة انك تتعرف على شخص من فيلم حاجة طبيعية وعادي تحصل في هوليوود ايش المشكلة كثير ان تعرفوا على بعض في الافلام وحكاية انك تتزوج هذا الشخص كده من بدري بدري وبسرعة بارضو نقول ايش حب وفي تفاهم كده وكيميستري من البداية مو مشكلة تحصل بس الغريب في الموضوع انه انجلينا جولي لما تزوجت ما لبست فستان ولا لبست حتى بدلة رسمية لا لبست بنطلون جلد اسود وتيشيرت ابيض ومكتوب على التيشيرت اسم زوجها اوكي يا وجيه يعني حركة كيوت لا مو حركة كيوت تدري بايش مكتوب اسم زوجها بالدم بدم ما هي ايش هذا والادهى والامر انه بعد حركات الحب والكذب هذا جلسوا مع بعض ثلاث سنوات وانفصلوا انفصال بريال ولا وين الدم وين كتبت اسمك على الشيرت وكان الحبر دمي وين اخ بحة اما في سنة 2000 تعرفت انجلينا جولي على الممثل بيل بوب ثورنتن بعد ما شاركت معاه في فيلم الدراما والرومانسية بوشينتين والعلمكم يعني ويمكن واضح ان الممثل هذا اكبر من انجلينا جولي بحوالي 20 سنة المهم يا جماعة مو شغلنا اكبر منه ولا صغر منه مثلت معاه في هذاك الفيلم وقعوا في حبي بعضهم البعض شهرين مواعدة بوم زواج يا ولد طب وصبروا وفكروا استخيروا شيء ما فيه شهرين زواج على طول والله شهرين زواج سريع سريع واللي يجي بسرعة يروح بسرعة ثلاث سنوات ثانية وبوم انفصل الاثنين ومن جديد وبعد هذه العلاقات الغير صحية تدخل انجلينا جولي في حالة من الاكتئاب والحزن مرة ثانية وبدأت تحاول تؤذي نفسها ورجعت تتعاطى المخدرات وصارت تدخل مصحات نفسية ومصحات علاجية حياتها قلبت فوضى من اول وجديد ولكن بطريقة ما واثناء تواجدها في دولة كمبوديا سنة 2002 لاحظت انجلينا جولي الفقر والفقراء وكيف الناس في شرق اسيا في الدول الضعيفة عايشين وهالشي شد انتباهها وخلها تستشعر قيمة النعمة اللي هي فيها انا ممثلة وعندي فلوس وعايشة في بيت واموري طيبة وشفت الناس هذولي في شيء تغير داخل انجلينا جولي في هذه اللحظة فقررت انجلينا جولي انها تتبنى طفل من الاطفال الفقراء واليتامة هنا الطفل هذاك يا جماعة اسمه مادوكس وكان وقتها عمره تقريبا ثمانية شهور فقط اخذته تبنته وسجلته تحت اسمها وكل شيء زي الفل واخذته على امريكا تقول انجلينا جولي يا جماعة الطفل هذا اعطاني حياة جديدة وهدف عشان اعيش لاجله زمان كنت اعيش علشان الناس وعشان نفسي وعشان احقق احلام واهية الحين ما هذا ابغى شيء من الحياة ابغى اسعد هذا الطفل وابغى اسعد كل شخص فقير ومحتاج حواليني الان انجلينا جولي صارت تدرق قيمة الحياة ووجدت معاني كثيرة جديدة ما كانت تعرفها قبل كذا بعدها بكم سنة وبالتحديد سنة 2005 انجلينا جولي بدت تستشعر قيمة العمل الخيري والتعاطف والاحسان قررت انها تتبنى طفلة برضو ثانية اثيوبية اسمها زهراء او زهارة بعدها بكم سنة برضو وبالتحديد سنة 2007 انجلينا جولي تسافر الى فيتنام وتتبنى طفل اخر يتيم اسمه باكس وكان عمر وقتها فقط ثلاث سنوات العطاء شي جميل يا جماعة والحياة فيها معاني كثيرة جدا حلوة غير الفلوس وغير الاشياء يعني نجيب الفلوس اولا احنا بعد ان نتكلم بس فعلا يعني الحياة فيها معاني كثيرة جميلة واحد اجمل معاني الحياة اللي وجدتها انجلينا جولي كانت في تبني هؤلاء الاطفال وتوفير حياة اجمل لهم والله يا هم محظوظين والله يا هم محظوظين ما شاء الله بسم الله عليهم سنة 2005 يا جماعة انجلينا جولي تشارك في فيلم ميس اند ميستر سميث بجوار النجم الكبير والوسيم جدا براد بيت ووقعوا في حب بعضهم البعض وقضوها روحة وجاية وحب وحب وحبايب وكفيهات وفنادق وخيانات براد بيت يا جماعة خان زوجته جينيفر مع انجلينا جولي ما نقدر نقول انه انجلينا جولي هي السبب ولكن براد بيت كان حيوان بل انه يعني جينيفر تعبت نفسيا بعد هذه الخيانة ولكنها امرأة قوية قدرت تتجاوز المعظلة هذه على كل حال يا جماعة انجلينا جولي كانوا مع بعض كذا عصافير يجنون والعالم كله يحبهم ويحب يشوف صورهم او ماي جود براد بيت الجميل وانجلينا جولي الجميلة مع بعض او ماي جود الصحافة تنشر عنهم مقالات الصحافة تنشر عنهم كلام بل انه صور اطفالهم التوأم الطفلين الاثنين الاخيرين كانوا توأم لما جاء موعد الولادة في صحف دفعت فلوس قالت حبيبي احنا مستعدين ندفع لكم فلوس بس تسمحوا لنا نصور اطفالكم التوأم صورة حصرية اول ما يتولدوا كم تتوقعوا دفعوا دفعوا 14 مليون دولار علشان يصوروا هؤلاء الطفلين فقط صوروهم 14 مليون دولار وانت كيف يا واحش حتصورك اصلا المهم انه عندهم ثلاثة اطفالي حبيبي الابنة شايلو والتوأم نوكس وفيفيين على كل حال يا جماعة مابني على باطل فهو باطل وحوبة جينيفر المسكينة بدأت تظهر بعد سنوات طويلة انجلينا جولي وبراد بيت بدأوا يتخاصموا بدأت تكثر المشاكل بينهم بدأ براد بيت يرفع صوته عليها بدأت هي ترفع صوتها عليه بدأ هو يخاصم اطفاله بالتبنية واطفال انجلينا جوليين صح القول وهي بدأت تدافع عنهم الان يوم من اليام فجأة لقيت نفسها في المحكمة قالت عايزة يطلقني ذا يطلقني واخذ ابنائي وابنائي بالتبني ولعاد اشوف وجوه هذا انسان سكير خاين اتهمته اتهمات كثيرة وقفلت الموضوع والقاضي حكم انه خلاص براد بيت روح عيش لحالك واطفالك راح يكونوا مع انجلينا جولي وتقدر ترتب جدول زيارات بينهم طبعا الموضوع يا جماعة ملغوص وقصة طويلة ولكن في جزء من القصة حكيته في فيديو براد بيت انجلينا جولي يا جماعة ترشحت للاوسكار مرتين وفازت بواحدة منها الاولى كانت عن فيلم غيرل انترابتد سنة 2000 واخذت فيه جائزة الاوسكار كافضل ممثلة مساعدة والفيلم يحكي قصة حقيقية عن بنت قضت 18 شهر في مستشفى امراض عقلية الفيلم كويس بس للكبار فقط يعمل الحساب والترشيح الثاني لها كان عن فيلم تشانجلينغ واللي صدر سنة 2009 وكانت مترشحة فيه كافضل ممثلة ولكن للأسف ما فازت فيها واللي برضو يحكي قصة حقيقية عن امرأة تفقد ابنها وبعد فترة الشرطة يلقونه بس ما يلقونه يعني هو بس مو هو يشبه له يشبه ولدها بس مش ولدها قصة حقيقية اذا تحب النوع هذا من الافلام والقصص الحقيقية ممكن يعجبك واخيرا يا جماعة ثروة انجلينا جولي حاليا تقدر ب120 مليون دولار فضلا عن مجموعة العقارات والقصور اللي تملكها انجلينا جولي في فرنسا وبريطانيا وامري امورها طيبة لا تخافوا عليها امورها ماشا في السليم والحين كمان موقع عقد مع مارفل في سلسلة اتيرنلز او في فيلم اتيرنلز اللي بينزل هذه السنة وموقعته بكم بعشرة مليون دولار هذا لانه الجزء الاول فاذا بيكون في جزء ثاني بتنزل لها اشياء كبيرة اتخافوا رواتب اصلا عالية الى هنا جماعة نكون وصلنا هاية الفيديو شاركونا افلامكم المفضلة لانجلينا جولي في التعليقات لا تنسوا الاعجاب بالفيديو لو اعجبكم والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وتعالوا تابعوني على الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي كلها بنفس الاسم وجيه اوتو كم معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم